موسيقى حوار التاسع مع زيد عبد الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة بداية الأسبوع من حوار التاسع لم تعد معسكرات الحشد الشعبي ولم تعد مخازنه الأهداف الوحيدة لإسرائيل فالمنطقة مفتوحة بلا حدود بلا خطوط حمراء الطائرات الإسرائيلية تضرب في العراق وسوريا ولبنان ولكنها لا تضرب داخل إيران لأن الهدف المعلن من الحرب بحسب المراقبين هو إعادة إيران إلى داخل حدودها التصعيد المرتقب هو إما للسداف شخصيات وقيادات مقربة من إيران أو ضرب أهداف في الداخل الإيراني عن أوضاع المنطقة في ظل التصعيد القائم سنتحدث في الوقت الذي تتجه فيه الأزمة نحو الحرب يجري وزير الخارجية الإيراني جواب الضريف في فرنسا حوارات على همش قمة الدول السبع دون دعوة للقمة فيما يبدو أنها حوارات اللحظة الأخيرة كما يعتقد مراقبكم أو أنها استدراك عالمي لخطورة الموقف الأمر الذي دعا إلى حوار وساطة ربما ينقذ المنطقة من الانزلاق نحو هاوية الصراع والحرب إلى أن الطرف الأمريكي سبق أن أعلن أن ظريف الذي وضعته الإدارة الأمريكية تحت العقوبات يعمل ضمن محور غير فاعل في إيران يضم الرئيس روحاني نفسه ويطالب بأن يكون الطرف المقابل هو من الطرف المحافظ الذي يمثله مرشد الثورة الإيرانية علي خامنأي وقيادات الحرس الثوري وإذا ما تركنا فاريس وتعقيدات الحوار فيها وعدنا إلى الشرق الأوسط فإن الصورة مغايرة تماما فلا صوت ولا صدى للحوار ولا كلمة إلا للفعل ورد الفعل وتأثيره على المنطقة برمتها الأمر يثير جملة من الأسئلة واحد هل ستدخل إيران في صراع عسكري مباشر مع إسرائيل اثنين ما هي المرحلة المقبلة من التصعيد بعد ضرب أهداف إيرانية منتقات خارج إيران ثلاثة كيف سينعكس التصعيد الإقليمي على الأمن القوم العراقي كل ذلك وأكثر في حوار التسعيد من لا يسمع طبول الحرب فهو أصم هكذا تشتعل المنطقة بالضربات هنا وهناك بعد أن تبين أن أطرافها توصلوا إلى أنها الطريق الوحيد لحسم الخلافات المحتدة بينهم إلا أن الفرق بين طرفي الأزمة أن لكل منهما خيار مختلف في تحديد ساحة المعركة فإيران تريدها حربا بحرية خليجية توقف من خلالها عشرين بالمئة من نفط العالم المار بمضيق هرمز فيما تريدها واشنطن وإسرائيل حربا جوية تستهدف أذرع طهران في المنطقة بطائرات شبحية لا قبل لإيران ومحورها بها إذن فالعراق وسوريا ولبنان هي الساحة التي تتلقى فيها إيران الضربات فيما تواصل هي حرب الناقلات وتحتفظ بحق الرد على القصف الإسرائيلي الرد المنتظر إذا منجرت إيران إلى البر لن تكون الأراضي العراقية بمنأن عنه بل هي أولى ساحاته لا سيما في ظل الفتاوى التي حرمت بقاء القوات الأمريكية على أرض العراق ودعت إلى إخراجها بالقوة إن رفضت المغادرة وغير بعيد عن صخب الطبول وقرعها هناك صمت مطبق لا يحرك أصحابه ساكنا كأن على رؤوسهم الطير فالحكومة العراقية على الرغم من الضربات التي طالت مخازن الحجر الشعبي ما زالت تلتزم الصمت موقفا وتنفي حتى أن التفجيرات ناتجة عن ضربات جوية وترفض حتى الاحتفاظ بحق الرد وإذا كان الصمت العراقي مبررا بالضغوط التي تمارس على الحكومة ووضعها المحرج فإن الرد الإيراني أو السوري أو رد حزب الله اللبناني بأت مرتقبا في ظل تصاعد الأزمة حياكم الله مشاهدين الكرام الموضوع أقليمي نعم ولكن تداعياته على العراق واضحة جدا لأنه مثل هذا النوع من القصف للكيان الإسرائيلي على مواقع سواء في سوريا أو في لبنان كما تقول الأخبار طبعا هو امتداد طبيعي لشكل الأحداث والقصف المستمر اليوم أبو ولاء الولائي المتحدث باسم كتائب سيد الشهاداء يقول صار 13 قصف بطائرات مسيرة لمقار الحجز الشعبي ومعسكراته ومخازنه في العراق فالموضوع ما يتعلق فقط بمعسكر سقر أو آمرلي أو كل أشكال القصف بطائرات مسيرة الذي لم تتحدث الحكومة عنه بطريقة مباشرة حتى اللحظة ولم تعترف بأن هناك طيرانا إسرائيليا يقوم بهذا القصف ولا ندري لماذا لم يكن حتى اللحظة مؤتمر صحفي وسبق الحج الشعبي كل المؤسسات بالقول أن إسرائيل تقف خلف هذه الضربات مما يعني أن هناك دخان مرتقب في المنطقة يعني هناك اجتماعات على مستوى قيادات أمنية لكل من سوريا ولبنان والعراق بحضور قيادات الحج الشعبي تقرر ماذا ستفعل أو كيف سترد على القصف الإسرائيلي المتكرر على مواقع حزب الله أو الحج الشعبي في كل من سوريا والعراق أو حتى في الضاحية الجنوبية في بيروت وبالتالي ليس العراق معني بالدرجة الأساس لوحده بما يجري وإنما كل البنطقة ربما تشهد تصعيدا أين نحن من هذا التصعيد؟ طبعا هذا سؤال الرأي العام العراقي ماذا سنفعل؟ ما هو المنتظر من الحكومة؟ هذا ربما نناقشه في لقاءات لاحقة ولكن اليوم نحن سنتحدث بالتأكيد عن الشكل المرتقب للرد الإيراني على كل ما يجري إن كان هناك تصور حول وجود رد وانعكاسات ذلك على الأمن القومي العراقي على اعتبار أن العراق في قلب العاصفة شئنا أم أبينا رغم كل محاولات النائب النفس وتجديبه المواجهة ولكن العراق كان وسيبقى ضمن العاصفة الشطارة الشون انجنب هذه العاصفة وهذا ما على الحكومة والقوى السياسية أن تتعامل معه عامر إبراهيم في تغريدته يقول لبنان تترقب خطاب نصر الله طبعا طلع خطاب السيد حسن نصر الله لا أحد ينتظر خطاب الرئيس أو رئيس وزراء هكذا ترد إيران دولة داخل الدولة ولكن بالتأكيد كان هناك موقف للرئيس ميشيل عون وتنسيق مشترك مع سعد الحريري رئيس الوزراء وكذلك مع رئيس مجلس النواب اللبناني ولكن بالتأكيد الانشغال كان بخطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وكانت هناك عبارة ملفتة حينما قال هناك رد ليس له سقوف زمنية وبالتالي ننتظر ماذا سيجري لأننا في كل أحوال قد يرد أي خبر عاجل عن وجود قصف بطائرات مسيرة مثل ما صار اليوم في مدينة القائم حينما قصفت إحدى سيارات الحج الشعبي فقتل أحد القادة الميدانيين ومعه مرافقين منقذ داغر يقول في تغريدة سؤال بريء عندما تقصف مواقع عسكرية في العراق يخرج علينا عشرات المغاردين والمصرحين المستنكرين والثائرين المتوعدين ولا نسمع تصريحا للدولة عندما تقصف سوريا من نفس الجهة وعلى ذات الهداف لا نسمع سوى تصريحا مقتضبا من الدولة وتسكت كل الأصوات الأخرى يا ترى ليش اللهم احمي شعب سوريا في سوريا وفي العراق الموقف واحد بمعنى نشكو من ضعف موقف الدولة في مثل هذه التطورات يعني السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء يتابع من الأنبار إرادة النصر الرابعة ولكن هناك قصف مع نفس يوم المتابعة جرى في مدينة القائد بطائرات مسييرة والمشاهد توحي بأن هناك طيران مسير يحوم في الأجواء العراقية أو الـ 13 قصف اللي يتحدث عنه الولاء الأمين العام لكتائب سيد الشهداء وبالتالي فقير الحكومة في الحديث عن ما يجري في الساحة العراقية وانعكاسات الأقليمية عليه أيضا شاه قرداغي يقول في تغريدته أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران قوات المقاومة في العراق وسوريا سترد على الاعتداءات لإسرائيل إيران تنقل صواريخ للعراق فتقوم إسرائيل بضرب الصواريخ ثم تتوعد إيران بالرد على إسرائيل عن طريق وكلائها في العراق ما هو موقف الحكومة العراقية وهل هناك انتهاك للسيادة ننتظر من الحكومة العراقية موقف بعيدا عن اللجانة التحقيقية أبو علي يقول في تغريدته الاعتداء الإسرائيلي على لبنان سوريا وقبلهم العراق يأتي في إطار جس النبض الحربي لهذه الدول وقياس مدى قوتها في الرد من عدمه فالعراق لن يرد سوريا تكتفي فقط بالدفاعات الجوية أما الرد القوي والمزلزل بإذن الله فسيكون من حزب الله وهذا التصور نعم بالإمكان أن يكون لكن متى ليس معلوما ولكن بكل الأحوال الدخان يتصعد مديات صعودة وين يوصل الخيارات كلها واردة والعراق وسوريا ولبنان مفتوحة خياراتها على الكل هل تعتقد أن إيران ستدخل في صراع عسكري مباشر مع إسرائيل 86% لا 86% لا إيران لن تدخل في صراع مباشر مع إسرائيل 14% نعم إيران ستدخل في صراع عسكري مباشر مع إسرائيل مشاهد الكرام نلتقي مع ضيوفنا بعد القصة بإمكانكم متابعة برامجنا وأخبارنا كافة من خلال الاشتراك بقناة الفلوجة على موقع اليوتيوب قناة الفلوجة متواصلة في تغطية الأحداث مشاهد الكرام شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في رعاية الله فلوجة يوتيوب كل ما فاتك من أخبار وبرامج نقدمه لك باختصار من خلال صفحتنا على موقع الفيسبوك تحية لكل ما قدم يد العون إلى أخوتي هنا أو هنا رحية من البصرة وإليها لديالة والأنظار بث مباشر لنشراتنا وبرامجنا والأخبار العاجلة بإمكانكم التفاعل معها الفلوجة معك أينما كنت هل ستدخل إيران في صراع عسكري مباشر مع إسرائيل؟ ما هي المرحلة المقبلة من التصعيد بعد ضرب أهداف إيرانية خارج إيران؟ كيف سينعكس التصعيد الإقليمي على الأمن القومي في العراق؟ حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام مرحب بضيوف هذه الحلقة مباشرة من عمان فايز الدواري الخبير الأمني ومن بغداد الأستاذ هاشم الكندي الكاتب والمحلل السياسي ومعنا هنا في الستوديو الدكتور صبحي نظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي أيضا أستاذ فايز الدواري البداية معك ومن خبر عاجل ورد قبل قليل بأن وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات الحرس الثوري ما دلالات هذا الدعم أو التصريح في سياق التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله اللبناني في سوريا وفي لبنان وكذلك على مواقع الحج الشعبي في العراق يعني التصريح بصورة عامة هو تصريح متكرر وهو موقف أو ما يسمى لازمة أمريكية في دعم إسرائيل وفي الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن أن يأتي التصريح الآن خبر عاجل بعد كلمة حسن نصر الله وتلويحه باحتمالية الرد وتحدث عن اليوم الأول والثاني والثالث والرابع وعن إسقاط أي مسيرة تدخل الأجواء اللبنانية إلى غير ذلك يعني الآن نحن نتحدث عن أهمية التصريح بالنظر لوقت صدور هذا التصريح حيث جاء مباشرة بعد خطاب حسن نصر الله ولكن مضمون التصريح هو موقف أمريكي ثابت الآن بناء على كلمة حسن نصر الله يعني إلى ما تشير السابق فايل علينا أن نتوقع حدود السابق معذرة لما تقول بأنه توقيت سياق طبيعي نعم في إطار الدعم اللامحدود ما بين بالنسبة لواشنطن تجاه إسرائيل تل أبيب ولكن بالمقابل كيف يمكن أن نقرن توقيت هذا التصريح عفوا بكلمة حسن نصر الله التي وردت قبل قرابة ساعتين يا سيدي التصريح الآن أنا عندما دخلت الأستوديو اليوم يكون قد صدر أنت تتحدث الآن عن هذا التصريح خبر عاجل هذا يؤكد أن التصريح جاء بعد كلمة حسن نصر الله وجاء لتعزيز الموقف الإسرائيلي الآن بعد ضربة الأمس وبعد سقوط الطائرة المسيرة الأولى وثم الطائرة المسيرة الثانية وتفجيرها والحاق أضرار المركز الإعلامي ورد حسن نصر الله واعتباره أن الغارة كانت في عقربة ما بين دمشق والمطار أو ما بين السيدة زينب والمطار اعتبر أن الاستهداف هو استهداف لحزب الله وليس استهدافا لإيران علما للمعلومات التي رشحت أن هناك اثنين قتلى من حزب الله واحد إيراني اثنين من جنسيات يمكن أن يكونوا أفغان أو باكستانيين من زينبيون أو فاطميون وبالتالي جاء هذا التصريح ليعزز الموقف خاصة أن إسرائيل تقريبا يتعيش الآن حالة استنفار هناك حديث عن نقل القبة الحديدية إلى الحدود الشمالية هناك حديث عن اجتماع للوزارة المصغرة لأنه بعض المعلومات غير المؤكدة تقول بأن الشخصية الإيرانية التي قتلت هي شخصية هامة هناك بعض إشارات على شخصية محددة لا أستطيع أن أتبنها ولذا لن أذكر اسم الشخصية يعني هنا ترجح خيار الرد إذن أستاذ فايز إذا كانت الأمور على هذه الشاكلة بطبيعة الشخص المستدف أو بالإجراءات الإسرائيلية أو بحالة الاستنفار ربما الموجودة حتى في الضاحية الجنوبية يا سيدي يعني الآن باستنادا إلى تصريحات حسن نصر الله هو حتى استخدم يعني سيكون هناك رد واستخدم عبارة اليوم الأول علينا أن ننتظر اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع هو استخدم هذا الكلام كنعمل الاستطراد هل يكون ضمن الأربعة أيام أو الخمسة أيام لكن ما هو طبيعة الرد أنا أرجح أن تكون طبيعة الرد هي رد عبر الحدود اللبنانية وليس عبر شبعة كما قال أو الحدود الجولان المحتل وستكون ودعنا نعود بالذاكرة إلى تقريبا سنتين عندما كان هناك استهداف لدورية للجيش الإسرائيلي تسير بجانب السياج الألكتروني وتم استهدافها من مزارع شبعة في المرة الماضية الآن يمكن أن يكون الاستهداف لهدف متحرك قريب من الخط الأزرق وبالتالي هو سيكون مؤطر زمانا ومكانا ولن يكون لا أتوقع أنا لا أقول لن لكن لا أتوقع أن يكون الاستهداف بالداخل الإسرائيلي الآن أخبار عاجلة أستاذ فايز أخبار عاجلة أن القبة الحديدية اعترضت عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة وبالتالي هذا الأمر طبيعي أم أن دائرة الصراع ربما تتسع من وجهة نظرك يا سيدي غزة الآن كمان يجب أن نركز على التوقيت تصريحات حماس والفصائل المقاومة في غزة أيدت النظام السوري في دفاعه أيدت حزب الله في الرد وعززت من موقف حزب الله وبالتالي الحركات الرئيسية حماس والجهاد الإسلامي كان لهم موقف داعم لكن أن تنطلق الصواريخ ونربط انطلاق الصواريخ بخطاب حسن نصر الله أو بما جرى في عقربة أنا لا أربط ذلك هذا يربط بأحداث تحدث في غزة نفسها عندما يكون هناك استهداف يكون هناك رد وفي بعض الحالات هناك فصائل تعتبرها حماس غير منضبطة يمكن أن تقوم بهذا العمل طيب أرحب مرة أخرى بالأستاذ هاشم الكندي الكاتب والمحل السياسي ضيفا من بغداد أستاذ هاشم برأيك كيف سيفكر صانع القرار الأمني في طهران يعني هل سيعتبر أن الموضوع استهدافا له وللحرس الثوري ولمصالح الحرس الثوري في سوريا أم سيترك الخيار ربما للضاحية الجنوبية بالرد من عدمه بسم الله الرحمن الرحيم بدءا تحية لكم ولمشاهديكم وليضيفك الأكار المشهد بصورة كاملة هو جزء من المواجهة الأمريكية الإيرانية وهذه التي فيها ومقدمات الحصار والعقوبات وأيضا التلويحات والتهديدات الأمريكية كل هذا انتهى وتغيرت قواعد الاشتباك بعد يوم 26 2019 عندما أسقطت إيران طائرة التجسس الأمريكية ووصلت رسالة طهران إلى أمريكا أن قدرات إيران هي فوق ما كانت تصوره أمريكا وأن أمريكا خارج منها خيار المواجهة العسكرية المباشرة ولهذا لجأت أمريكا إلى ما كانت قد تعلنه سابقا بأكثر من مرة وهو ما تسميه تقليم أضافر إيران في المنطقة أو ضرب أصدقاء إيران حلفاء إيران في المنطقة وهي تشخصهم بصورة كاملة لبعض في العراق فصائل مقاومة إسلامية أو حتى دخلة العجل الشعبي وكذلك في لبنان واضح حزب الله وأيضا في سوريا وأيضا فصائل فلسطينية منها حماس والجهاد الإسلامي التهديدات الأخيرة كان هناك عمل عليها وهذا المخطط الأمريكي لإضعاف ما تسميه حلفاء إيران بدأ بالعراق بضربات مركزة خلال الشهر الماضي أكثر من أربع ضربات كان واضح هو جزء للتهديدات التي نقلها بومبيول كجزء من هذا السيناريو بزيادة الأخيرة إلى بغداد عندما قال بأن إسرائيل ستقصف 67 من مقارات الحشد والفصائل المقاومة الإحراقية وكان هذا الأمر تمهيد لما تقوم به أمريكا في هذه الأيام هي تتجسس تقدم معلومات الكيان الإسرائيلي أو إنها هي التي تقصف وتوحي بأن من يقوم بالقصف هو الكيان الإسرائيلي لحسابات ولرسائل إن أمريكا لا تستطيع أن تنسب القصف لها في العراق ولكن عندما يكون الأمر منسوب إلى الكيان الإسرائيلي حاءً أو تصريحًا أستاذ هاشي أنه فيه رسائل يعني إحنا طبعا مبكرا ربما دخلتنا موضوع الأمن القوم العراقي ولكن أنا داريد أفهم وجهة نظرك في احتمالية رد طهران على ما يجري في سوريا أو في العراق أو ما جرى في الضاحية الجنوبية هل ستبادر بالرد برأيك أم ستترك الخيار للفواعل المحليين من حلفائها سواء في سوريا أو في الضاحية الجنوبية أو عند الحج الشعبي في العراق من التجربة التاريخية كان دائما الرد يكون من قبل المعتدى عليه سواء كان هذا الأمر في لبنان في سوريا أو حتى في فلسطين المحتلة في غزة وفي غيرها الأمر جديد في العراق وأيضاً العراق له رد سيكون حاضر في الوقت المناسب بالآلية وبالكيفية إذا كان الأمر يتحدث عن سوريا فالإيرانيين في سوريا هم بطلب من سوريا كمستشارين وكخبراء وكحلفاء نعم وكان هناك ضربات وكان هناك رد سوري حسب المقتضيات الحسابات المعركة وحسابات المصلحة التي يقدرها السوريين لكن المعلومات تؤكد بأن الموضوع لا يتعلق باللبنانيين يعني قتل الغارة الإسرائيلية في دمشق ما بين سيدة زينب والمطار أحدهم قيادي مهم في الحرس الثوري فكيف يمكن أن يكون الأمر محصوراً بحزب الله سواء في سوريا أو في لبنان أولاً هذه المعلومات غير مؤكدة ولكن دعني باعتبارك أعلامي أقول منه يعني كنا بحكم على الأقل العاطفة والانتماء عندما تستهدف طائرات الكيان الإسرائيلي أي شخصية عربية أو أي بلد عربي فإن من يذهب نسميه شهيد على الأقل تقدير أعود إلى سؤالك الرد ينحصر بحزب الله اليوم كان واضح من كلام سيد حسن وهو أيضاً تأكيد إلى تصريحات سابقة أنه أي عدوان جديد لن يترك خيارات الرد آلية حجم مساحة مدى هو بيد حزب الله والمتعارف على حزب الله أنه لا يستخدم القدرة التدميرية بقدر ما يستخدم سلاح رعب مع الصغير وهذا حدث دائماً حتى في حرب 2006 نتذكر أن حزب الله لا يستعمل عدداً كبيراً من الصواريخ ولكنه يوجه ضربة واحدة توصل الرسالة وأيضاً تحقق أهدافها خذ مثلاً الصاروخ الذي ضرب البارجة البحرية ساعر كان صاروخاً واحداً دمر بارجة بحرية إسرائيلية وأخرج القوة البحرية الإسرائيلية في حينها في حرب 2006 من المعرك بالكامل والجميع كان ينتظر رداً من حزب الله كان الكيان الإسرائيلي يصدر بأن حزب الله سينتهي وأنه لن يبقى لحزب الله وجود بعد 2006 وهجم العدوان الإسرائيلي وحزب الله الذي كان حزباً لبنانياً مقاوماً أصبح بعد 2006 لربما حزباً إقليمياً وقوة لا يستهن بها فهو دور سيعمد إلى الرد الشعب السوري في حرب الأرهاب باختصار سيعمد إلى الرد نعم 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 حزب الله من تجربتنا ومما يعلن على لسان قائدة سيد حسن صلى الله لن يترك الرد وسيكون الرد جاهزاً سواء كان من الأراضي اللبنانية أو من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالفصائل المقاومة الفلسطينية لأن الجبهة هي جبهة واحدة والعدو هو عدو واحد طبعاً مصطلح الشهادة ربما من الناحية الشرعية منزلة عند الله عز وجل لست معنياً كأعلامي بالتعامل معها ولكن على يتيحال الوضع على الوضع يعني أستخدم هنا مصطلحات يعني مهنية بحثة أستاذ أستاذ هاشم بشكل أو بأخر على يتيحال أستاذ دكتور سبحي حياك الله وأهلاً بحضرتك ضيفاً في الستوديو طبعاً إذا ما اعتبرنا بأن إيران الآن تدرس خيارات التصعيد والتصعيد يمرحل يعني لا يأتي بقرار الحرب تصعيداً واحداً وإنما بمراحل برأيك في أي مرحلة نحن من الناحية الأمنية والعسكرية في سياق التصعيد أو رد الفعل المنتظر ضد الضربات الإسرائية المتلاحقة لمصالح يعني إيرانية سواء كانت في سوريا قريب دمشق أو حتى في بيروت أو حتى ما قيل أن المقصوف العراقية معسكرات تتبع للحرس الثوري وصواريخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم شكراً على الاستضافة وتحياتي للضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام نحن في مرحلة اتخاذ القرار السياسي في طهران للإعاز إلى حزب الله لعمل شيء ما بعد حادثة ليلة أمس بالنسبة لحزب الله نحن نعرف أن المركز الإعلامي للحزب قد استهتف بطائرة مسيرة سواء سقطت أو استهتفت هذا المركز الجهة الوحيدة أو الذراع الأقوى التابع لإيران في المنطقة ليس الحجة الشعب العراقي لأنه بعيد عن الساحة وليس كذلك الفصائل المسلحة التابعة أو الصديقة لإيران في الأرض السورية وإنما حزب الله هو الذي مولى وسلح تسليحاً جيداً وخصوصاً بالصواريخ قصيرة المدى إضافة إلى متاخمة الحدود ما بين المناطق التي يسيطر عليها حزب الله وما بين شمال إسرائيل ذات الكتافة السكانية العالية فإذن نحن في مرحلة اتخاذ القرار السياسي في طهران للإعاز إلى حزب الله لعمل شيئ ما التهديد بالنسبة للسيد حسن نصر الله كان واضح على سكان إسرائيل أن لا يناموا مرتاحين وعلى المستعمرات الإسرائيلية الموجودة في أقصى الشمالي فلسطين المحتلة أن يحسبوا حساب الضربة القادمة حزب الله يمتلك حسب المعلن إن لم نقل آلاف الصواريخ وإنما نقول مئات الصواريخ فالعدد يعتبر كبيراً بالنسبة لشمالي الفلسطين المحتلة شمالي المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل وإذا اندفعت فحتى القبة الفلادية نعم ربما تعترض الكثير ولكن الحشد الصاروخي الذي بيد حزب الله يمكن أن صواريخ عشرات الصواريخ ربما مئات الصواريخ إذا أطلقت في وقت واحد بحيث لا تستطيع القبة الحديدية اعتراضها بالكامل فهناك العشرات وربما مئات الصواريخ تقع على أداف معينة ولكن هل إسرائيل نائمة عن هذه النقطة؟ هل إسرائيل أقدمت على عمل ليتأمس يعني غافل عن هذه النقطة؟ لا منذ عام 2006 حسب متابعاتي المستعمرات الإسرائيلية أو القرى الإسرائيلية أو المستوطنة الإسرائيلية الموجودة في أقصى الشمال قد حصنت بشكل ممتاز وهي بالتأكيد الآن منذرة بعد تهديد حزب الله أو سيد حسن نصر أعتقد أنه ربما خيار الرد وليس المواجهة يعني الرد شيء والمواجهة شيء آخر يعني المواجهة ربما تكون حربة مفتوحة ولكن الرد هو قد يكون جزئي من الناحية المعنوية لرد الاعتبار هذا جد نسبته من الناحية الأمنية فيما قرأت اليوم الخطاب حسن نصر يعني أنا أتصور يعني مثلما تضرب غزة مع الأسف يعني عندما تطلق هذه الصواريخ البسيطة قصيرة المدى على مستعمرات أو بسلطان إسرائيلي في أقصى الجنوب فإن الرد الإسرائيلي يأتي قويا جدا يعني يعني سواء بالصواريخ وخصوصا بالقصفات الجوية وكذلك ربما يحدث في جنوب لبنان بالنسبة لحزب الله فيما إذا أطلق صواريخ يعني الأغراض التي تفضلت بها إعلامية أو معنوية يعني عدة الصواريخ لا تكفي برد إسرائيل وإسرائيل سترد ردا قويا في اعتقادي مثلما في حال أطلقت حزب الله صارو نعم بالطبع وهذا الرد سيكون محدود أيضا لأغراض رد الاعتبار نعم أم ستكون شرارة يعني لحرب أو مواجهة مفتوحة كما حصل في 2006 نعم في 2006 أيضا بدأت بمناوشات بسيطة يعني ثم تصاعدت خلال أيام إلى حرب ضروس نعم حزب الله يدعي أنه وأييده من نواحي كثيرة أنه انتصر على إسرائيل هو لم ينتصر على إسرائيل وإنما دمر على الأقل على الأقل 60% من كل جنوب نصف الجنوب من لبنان ويقولون أننا انتصرنا لماذا؟ لأن القوات البرية الإسرائيلية لم تستطع التوغل في الداخل اللبناني مثلما حدثنا مثلا في عام 1982 أو 1986 طيب على هذه الشاكلة أستاذ فايز الدواري يعني يقال أن كل هذا التصعيد وكل هذا النوع من أنواع القصف هو يعني لإبقاء إيران بعيدة عن المصالح الإسرائيلية في المنطقة يعني بمعنى أنها ربما تجاوزت حدا ما ينبغي تجاوزها وبالتالي هذه سلسلة من الرسائل وعليه ربما يحلل تحلل هذه الرسائل وذكرها نتنياهو في سياق حديثه أن هناك رسائل وصلت إلى إيران يعني إيران ستكتفي بتلقي هذه الرسائل دون رد ويعني دون يعني المقصد هو طبعا بالتأكيد الرد العسكري على اعتبار أن إسرائيل ستكتفي بتحجيم بعض القطاعات وتقصفها كما يحصل سواء في العراق أو في سوريا ما رأيك بهذا الرأي أستاذ فايز يا سيدي أولا إيران رغم وجودها العسكري الحقيقي سواء من قبل الحرس الثوري أو وله معسكرات وأستطيع أن أعطي لك أسماء الكسوة مطار تيفور صافيتا وادي جهنم هذا الأمر معروف لكن إيران تقول أنها متواجدة بطلب من النظام السوري على شكل خبراء ومستشارين وليس لها وجود لهذا السبب عندما قصف معسكر الكسوة وهو معسكر إيراني وقتل إيرانيين إيران لم ترد لأنها قالت أنا ليس لي وجود عندما قصف وادي جهنم في معسكر الطليعة ثلاث مرات خلال العام الماضي وقتل إيرانيين إيران لم ترد قالت أنا غير موجود إذن لا أتوقع ردا إيرانيا مباشرا الضربة الأخيرة حسب البيان الإسرائيلي أن كان هناك مجموعة تخطط لاستخدام الطائرات المسيرة وهم اجتمعوا في منطق في هذه البلدة وفي هذا المكان وكانوا ينوي التحرك وهنا وهذه الضربة استباقية إذن إيران في سوريا لن يكون لها رد وإذا كان رد سيكون من خلال عذرعها والذراع الرئيسي هو حزب الله وحسن نصر الله تحدث عن الرد من الحدود اللبنانية وليس من مزارع شبعة أي بمعنى آخر ليس من الأراضي السورية لأن حزب الله يقول بأن شبعة هي أراضي سورية احتلت عام السبعة وستين وليست أراضي لبنانية يقابل ذلك الحجد الشعبي في العراق حتى هذه اللحظة لم يجزم يقينا ولم يصدر تصريح يقول أن إسرائيل هي التي لا أنا أتحدث في المستوى الرسمي إسرائيل هي التي نفذت أو أمريكا هي التي نفذت حتى تكون بالصورة الآن خبر عاجل على الوكالات والمواقع الأخبارية يعلن الحجد الشعبي بأن السيارة التي استوجفت اليوم في القائم على الحدود العراقية السورية وكان فيها قيادات في الحجد الشعبي قصفت بطائرة إسرائيلية الآن في هذه اللحظة هذا تصريح الآن من الحجد الشعبي ماذا عن الموقف الرسمي أنا قلت الموقف الرسمي عندما أتحدث عن الموقف الرسمي أتحدث عن رئيس الموقف الرسمي أتحدث عن وزير الدفاع سفايز معذرة تصميم الحجد الشعبي على أن إسرائيل هي من تقف هل هذا يعني أن الحجد سيتبنى هو الرد بعيدا عن الحكومة العراقية يا سيدي الآن الآن دعنا نتحدث عن الرد أين يتواجد الحجد الشعبي أقرب نقطة موجودة في منطقة القائم البوكمال وبالتالي هل الحجد الشعبي يملك صواريخ تستطيع الوصول إلى إسرائيل هل الحجد الشعبي يتحمل الرد المقابل الإسرائيلي الأمريكي هذه معادلة خطيرة جدا هل الإمكانيات تسمح وإذا سمحت الإمكانيات ما هي احتمالية الرد المقابل لذا أنا أستدعت أي ردود التأتيب الحجد الشعبي بحكم الإمكانات ليس بالضرورة أن هذه الطائرات الإسرائيلية جاءت عبر الحدود ربما تكون قد أقلعت عفوا من معسكرات أمريكية في العراق وبالتالي هل هذا يرجح خيار أن يقوم الحشد بعمليات عسكرية ضد المصالح الأمريكية في العراق يا سيدي كل شيء يعني أنا لا أستطيع أن أنفي بالمطلق أنه لا يستطيع يعني المهندس أكرم الكعبي غيره من قادة هذا العامري غيرها من قادة الحجد الشعبي قد قد يُعز إلى بعض جماعاتهم باستهداف كما حدث باستهداف المنطقة القضراء قبل عدة أسابيع ولكن هذا سيبقى في إطار الرد المحدود استهداف المصالح الأمريكية بصورة واضحة علنية من الحجد الشعبي أعتقد أن فاتورة التكاليف باهظة وبالتالي حتى القادة الحجد الشعبي يعود ذلك لأنه وما النار إلا من المستصغر الشرري والحكومة العراقية ليس لديها طرف الوقت ليحدث هذا الشيء على الساحة العراقية مع وجود الكثير من المشاكل بدءا ببقايا داعش ممورا بالمهجرين إلى غير ذلك بالمشاكل التي تتعرفها وبالتالي أعتقد أن الردود إذا كان هناك ردا سيكون من حزب الله وأنا أؤكد على أنه القراعتي سيكون ردا مؤثرا ضد هدف حسكري قريبا من السياج الألكتروني طيب أستاذ هاشم هل تعتقد بأن الحكومة العراقية الآن محرجة من تصميم الحشد الشعبي وقياداته على أن إسرائيل هي من تقف خلف القصف المستمر على مقار الحشد الشعبي على الرغم بين الحكومة يعني متمسكة حكومة سيد عادل عبد المهدي متمسكة بخيار اللجان التحقيقية وتنتظر أن تقول تلك اللجان كلمتها تجاه هذا القصف المتكر بيان الحشد الشعبي أشار إلى أمريكا بصورة مباشرة وأيضا هو أشار إلى أن هناك تواطع وتعاون مع بعض الطائرات الإسرائيلية يضالب مقارات القيادة الحج الشعبي آخر تصريح آخر عاجل بخصوص هذا الموضوع طائرة إسرائيلية يعني كان كان الموضوع واضح جدا نعم بما يختص الطائرة إسرائيلية بما يختص القصف الذي جرى عصر اليوم في القائم لا حتى قصف ولكن بالمجمل قبل قليل بالنشر قبل قليل بالنشر كان هناك يعني كلام واضح للقيادة في كتائب سيد الشهداء إسرائيلية من قصفت 13 موقع الحج الشعبي في العراق أنا أتحدث عن بيان الحشد الذي أصدره أبو مهد المهندس وبه إشارات واضحة وهو ذات البيان الذي يعضده من حيث المنطلق والمضامين ما جرى في بيان رئيس الوزراء الذي منع الطيران إلا بموافقة الرئيس الوزراء بإشارة واضحة أن هناك خروقات للأجوال العراقية وأن الطائرات الأمريكية التي هي الوحيدة التي لها موافقات بذريعة حماية السفارة الأمريكية تمارس أعمال تجسسية وهو ذات الأمر الذي حدث قبل قصف المخازن الحتات في آمر الذي سبقه بيومين طيران أمريكي تجسسي من منطقة السنجار إلى تلال حمرين وأشار له الحج الشعبي بصورة واضحة وأعلن هذا الأمر وأيضا قصف قاعدة السقر سبقه قبل يومين كان نزول أو انزال طائرة تجسس مسيرة في منطقة الرضوانية كل الأمور تشير إلى ذات الأشياء التي أعلنها بومبيو أمريكا هي التي تريد أن تضعف الحج الشعبي تنهي وجوده تنهي فاعليته ولكنها لا تستطيع أن تعلن استهدافا مباشرا ولهذا دفعت الأمور بالإيحاء أو بالإعلان إلى أنه يتبنى هذا الأمر الكيان الإسرائيلي وأنا عندما أقول أمريكا تريد هذا الأمر هذا الأمر حسب ما أعلنه الأمريكان منذ منتصف العام 2017 في تقرير الرؤية الأمريكية لمستقبل العراق أو ما يعرف بتقرير كروكر السفير الأمريكي وهذا التقرير تبناه الكونيغرس الأمريكي وعليه تسير السياسة الأمريكية في العراق في هذا التقرير فصول كاملة تشير بغض النظر أنها فاعية الحج الشعبي فقط السؤال الذي يرتقبه الرأي العام الآن يترقبه الشعبي سيرد على المصالح الأمريكية بعد أن تمسك بفرضية التي تفضلت بها جنابك ما ورد في كتاب أو خطاب الحج الشعبي بتوقيع أبو مهد المهندس بوقوف الولايات المتحدة الأمريكية خلف كل هذه الاستدافات لمقار الحج الشعبي هل سيرد على المصالح الأمريكية لنصبح أمام وكأننا أمام حرب مفتوحة في العراق ما بين الحجد والولايات المتحدة النص ما يجري الآن بالإعلانات وبالمؤكدات أن الحجد الشعبي كجزء من المؤسسة الأمنية العراقية هو أشارة بحسب المعطيات التي لديه والمعلومات إلى أن الجهة التي استهدفت مقاراتها هي أمريكا وأيضا بالتعاون والتواطع مع الكيان الإسرائيلي ولكن الرد باستهداف الأمريكان جاء من فصائل المقاومة الإسلامية وأنا أذكر تحديدا بيان لكتائب حزب الله أشارت مقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أشارت بصورة واضحة أنه أي عدوان على الشعب العراقي أو مقارات الحجد الشعب القوات الأمنية فإن هناك رد مباشر ضد القواعد الأمريكية والمصارع الأمريكية في العراق وأيضا كان هناك فتوى بعد ذلك من المرجع السيد الحائري بأن يعمل العراقيون جميعا على إخراج القوات الأمريكية ومحاربة بشوته فبالتالي اليوم الأجواء مهيئة للرج فقط فقط هذه العبارة الرج سيكون من فصائل المقاومة الإسلامية وبالمناسبة هذا الأمر لا يتقاطع مع إجراءات الدولة العراقية ذات الأمر كان في فترة من 2003 إلى 2011 الدولة العراقية الحكومة تتعامل مع الأمريكان كقوات احتلال بعد ذلك كقوات من الأمر الآخر ولكن كانت فصائل المقاومة الإسلامية تعمل على ضرب المحتل الأمريكي على رد عدوانه وبما يعزز ويحقق السيادة بهروب المحتل في عام 2011 اليوم لأن الأمريكان يمارسون ممارسات الاحتلال ويعتدون بصورة مباشرة على الشعب العراقي وعلى أمنه وعلى سيادته هناك محددات وهناك ضغوطات على الدولة العراقية لا بد أن نعترف بها بواقعية ولا ربما خيارات الرد الحكومي وخيارات الحج الشعبي في هذه الفترة على الأقل تكون مقيدة أو محددة ولكن فصائل المقاومة الإسلامية لديها خيارات مفتوحة في الرد وهي أثبتت في السابق نجاحها في تأديم الأمريكان وهذا الأمر المتوقع أيضاً ما سيحصل بالأيام القادمة يعني مفارقة أو ليست مفارقة بقدر ما أن الحكومة العراقية أمام اختبار كيف أنها ستكون يعني متوازنة في رأيها السياسي والأمني وقراراتها بالتعاون مع الحج الشعبي بمقابل فصائل المقاومة يعني ربما لديها نوعاً من الاستقلالية عن قرارات الحج الشعبي المرتبط بالحكومة العراقية ولكن يعني مسلسل الضربات وكأنه مستمر لأنه هناك رؤية بأنه ما جرى حتى في دقوق يوم أمس ليس مجرد قصف بقذائف الهوان ربما من عصابات داعش الإرهابي وإنما أيضاً كان بطائرة مسيرة فهل مسلسل الطائرات المسيرة بقصفه للعراق بات مفتوحاً وبالتالي يعني لا بد من موقف أمني للتعامل معه نعم بالنسبة للحكومة العراقية حقيقة الدولة العراقية ليست الحكومة اللي وحدها حائرة في أمرها يعني قبل شهرين تقريباً ضرب معسكر أمرلي لحد الآن التعقيق لم يصدر عنه شيء رسمي نعم من عقق قيل أنه يعني الانفجار ليس من جراء طائرة مسيرة أو طائرة معادية وإنما حرارة الجو سخولة الجو هي التي أدت إلى إلى حريق وإلى الانفجار مثل ما تعرفون يعني ولكن عندما تتسلت الضربات واليوم تفضلت وقلت ولم أكن مطلعاً على الخبر أن هناك من يقول أن 13 ضربة حصلت بحق الحسد الشعبي سواء من طائرات إسرائيلية أو من طائرات أمريكية حسب حسب التهمة ولكن لماذا تنتظر الحكومة العراقية نتائج التحقيق ولماذا لا تأمر بالانتهاء من التحقيق يعني اتخاذ قرار لازدار قرار هذه ربما يعني يعني قرار المجلس التحقيقي انصح التعبير مثل ما هو في المصطلحات العسكرية قرار يعني يعرض على فلان وفلان وفلان حتى يخرج شيئا ما انه ليس بطائرات معادية أو بطائرات إسرائيلية اذا كان قرار انه ضربات هذه إسرائيلية فعلى الحكومة العراقية ان تتخذ خطوات دبلوماسية وخطوات عسكرية وامنية وكذلك الحال بالنسبة لمجلس النواب وكذلك حال بالنسبة رئيس الجمهورية يعني وخصوصا الدولة بكاملها الدولة بكاملها وخصوصا يفترض وزارة الدفاع ورئاسة كان الجيش هما المسؤولان عن مثل هذه الأمور كيف سيتصرفون من جهة من جهة أخرى فيما إذا وليس بقدار العراق ان يتخذ موقفا عسكريا ضد إسرائيل بقوته الحالية بقوة العراق الحالية إنما ربما يعني نحو الطرق الدبلوماسية ولكن مجلس الأمن فيما إذا لو اشتركها العراق ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية على مناخش الموضوع في مجلس الأمن ولم تعترض فإن على العراق أن تثبت أشياء معينة يعني أن تثبت بالدلائل أن طائرات إسرائيلية اخترقت الأجوال العراقية سواء كان مسير أو مقاتلة أو هجوم أرضي وضربت بالساعة كذا وبالدقيقة كذا فلان هدى وفلان هدى وفلان هدى لا يوجد في العراق شيء يمكن أن يمسك مثل هذه الأمور يعني لا رادارات ولا منظومة دفاع جوي يمكن أن تثبت وتبرهن مثل هذه الأمور فإذن الحكومة العراقية بالنتيجة هي حائرة في أمرها من جهة من جهة أخرى مثل ما تفضل الأستاذ هاشم الكندي وقال أن قرارا صدر من السيد عبد المهدي بكون الحج الشعبي من ضمن المؤسسة العسكرية ولكن واقع الحال أن الحج الشعبي ليس من ضمن المؤسسة العسكرية إلا بالاسم على الورق لا أحد لا أحد يرتبط لا بوزير الدفاع ولا بالقائد العام قوات مسلحة إلا على الورق ولا برأس الكانجيش إلا على الورق مثل ما قلت ربما في حلقة سابقة المشكلة الهرمية التنظيم الهرمي مفقود في العراق واضح طيب طبعا أيضا أساد فايز الموضوع لا يتعلق فقط بالعراق وما جرى في القائم أو ما يجري في سوريا في دمشق قريب المطار أو ما يجري حتى في بيروت الآن هناك اعتراضات لصواريخ بالسية سادفة جازان أطلقت من الحوثي في اليمن وبالتالي كيف يمكن أن نتصور شكل المنطقة إذا ما قررت إيران بالرد من خلال حلفائها وليس من خلال إيران الحرس الثوري ولكن من خلال أذرعها العسكرية سواء في العراق أو في اليمن أو في بيروت يا سيد ما علاقة قصف الحوثي للسعودية ب إسرائيل وإيران يعني المعادلة يعني معادلة غير مسجم ومخرجاتها يعني يعني الناس ربما أحدهم يسأل أنا نعرف يوميا عفوا أليس الحوثي جزءا من منظومة حلفاء طهران يا سيدي نعم جزء من منظومة طهران والحوثي صواريخه من طهران والحوثي طائراته من طهران وأنا مختص بالشأن اليمني أقول لك لكن هناك هجوم يومي على محافظات السعودية الثلاث الجنوبية أبهى وخميس مشيط وغير ذلك وقاعدة الملك خالد يوميا تقصد وهذا أصبع نوع من الصراع البايلاترال ما بين الحوثي وما بين السعودية الآن هل هو يتلقى تعليمات من إيران أو لا يتلقى لكن لن أربط ذلك مع العمليات العسكرية الإسرائيلية سواء في العمق السوري أو في ضد الحجل الشعبي أو حتى في غزة فقط للتوضيح أنا هنا أسأل عن شكل المنطقة إذا ما يعني كان هناك ردا ربما من بيروت تجاه قصف إسرائيل أو استمرار يعني الحوثي في صواريخي أو تصعيدها بشكل ملفت أو من خلال الحج الشعبي في العراق والسدافة المصالح الأمريكية سؤالي عن شكل المنطقة كيف سيكون يا سيدي يعني شكل المنطقة لن يكون أسوأ مما هو عليه الآن يعني شكل المنطقة الآن أنت تعلم أن الوضع مربك جدا معقد جدا الساحة السورية الآن مستباحة بالمطلق قوات احتلال يعني لم يبقى إلا جزر الواق واق تأتي وتستوطن في سوريا تركيا تسيطر إلى حد ما على إدلب أمريكا على منطقة بادية الجزيرة إيران وروسيا على منطقة الساحل إيران على المنطقة الداخل هذه سوريا وضحة والقرار لا يوجد قرار للحكومة السورية بالمطلق الآن نأتي إلى غزة غزة في حالة عصار وغزة في حالة اختناق وبالتالي هناك فصائل غير منضبطة يمكن أن يكون الاشتباك هو اشتباك حتى لو حدثت حرب ستكون الحرب الرابعة ومعطرة في تدمير غزة ممنهج في غزة وأطلاق صواري اختصل إلى أطراف القدس وهذا ستكون معادلة مستقلة الحشد فيما إذا بد يرد ويقصف قواعد على تواجد عسكري أمريكي أعتقد أن الضريبة باهظة ولكن ستكون الردود حتى لو الحسن الشعبي أو الجماعات الإسلامية التي تعتبر خارج إطار الحج حتى لو قابت بأي عملية ستكون عملية محدودة جدا حزب الله ليس لديه طرف الوقت لفتح صفحة جديدة من الحرب لسبب هناك منذ عام 2006 حتى هذه اللحظة التهديدات الإسرائيلية تقول صراحة لن تكون الضاحية هي الهدف ستكون بيروت هي الهدف أي بمعنى آخر سيتم تدمير البنية التحتية للدولة اللبنانية وليس البنية التحتية لخدمة حزب الله إذن دعني أقول نعم سيكون هناك رد من حزب الله رد اعتبار ولكن لا يرقى لمستوى المواجهة شكرا جزيلا فايز الدواري الخبير العسكري كنت ضيفا من عمان وأشكر الأستاذ هاشم الكندي الكاتب والمحلل السياسي كان ضيفا من بغداد والدكتور سبحي نظم توفيق الخبير العسكري مشاهدي الكرام أشكر لكم طيبة المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة